فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا هنشوف عندنا نوع من انواع الشماعات اللي تقدري ان انتي تثبتيها عندك على المنشر وتنشر عليها كل الملايات او كل البطاطين اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا اداية للتنظيف طريقة تصميمها عملية جدا تقدر ان انتي تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدري من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انتي شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده معانا الطبق ده وهو بيكون مصنوع من البلاستيك وهو بيكون خاص بالمساج تقدر ان انتي تضفي له اي مواد بتفضلي ان انتي تضفيها وطبعا استخدامه سهل جدا وبعد كده تقدر ان انتي تقفليه وتحطيه عندك في اي مكان وهو حجمه بيكون صغير مش بياخد عندك اي مساحة في البيت هنا هنشوف مع بعضها عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انتي تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انتي تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا مصفة تقدر ان انتي تسبتيها عندك على الحود وهي بتساعدك ان انتي تصفي عليها المعالق والشوك والسكاكين او الاطباء او طبعا تقدر ان انتي تصفي عليها الخضار او الفكهة وكمان تقدر ان انتي تستخدميها كستند تسندي عليها القطاعة وقت ما انتي بتقطعي الخضار او الفكهة وهي بتكون عملية جدا وليها كزا طريقة في الاستخدام زي ما ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنا عندنا مجموعة من الاكياس اللي تقدر ان انتي تنظمي بيها البوكليات تقدر ان انتي تستخدميها في تنظيم السكر او الدقيق او الرز او مختلف انواع البوكليات او التوابل اللي بتكون عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انتي تسبتيها علي الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انتي تنظمي عليه الشمعات او المشابك وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انتي تنظمي بيه ادواتك الشخصية زي الكريمات او العطور او الميك اوب بتاعك وهو بيكون مؤسم كده الكزا رف تقدر ان انتي تنظمي بيه ادواتك كلها زي ما هو واضح دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ادالة تنظيف وهي عبارة عن سلكة تقدر ان انتي تنظمي بيها الحود او الحلل او الاطباء او البتجاز تقدر ان انتي تنظمي بيها مختلف الاسطح بكل سهولة وهي بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انتي بتكوني محتاجاها بعد كده هنشوف عندنا غطى الماكرويف والغطى ده بيساعدك انه يحافظ لك على نظافة الماكرويف وان اي حاجة هتسخانيها فيه هتفضل طرية او طازة اكنك لست عاملها دلوقتي بعد كده هنا عندنا القطع السيليكون دي تقدر ان انتي تثبتيها على الجدار بكل سهولة كده وتستخدميها في تثبيت ادوات التنظيف المختلفة او الدوش بعد كده عندنا القطع البلاستيك دي اللي بتساعدك ان انتي تخسلي على اديكي مختلف الهدوم يعني لو انتي بتفضلي تخسلي على اديكي فالقطع دي بتساعدك وبتسهل عليك جدا بعد كده معانا مجموعة من الشموع اللي بتشتغل عن طريق الحجارة طبعا الشموع دي اصطناعية يعني هي مش بتطلع نار حقيقي والنار اللي فيها بتتحرك كده شكلها بيكون جميل قوي وعملة زي الشمع الحقيقي هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا سكين للمكرونة تقدر ان انتي تقطع بيها عجين المكرونة باشكال واحجام مختلفة زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انتي تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكرونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انتي تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة دلوقتي هنشوف عندنا منظم المنازيل ده تقدر ان انتي تثبتيه عندك في الصالة وتنظم عليه رمود التلفزيون او رمود المكيف بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتخزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انتي تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ادالة تنظيف وهي عبارة عن سلكة تقدر ان انتي تنظفي بيها الحود او الحلل او الاطباء او البتجاز تقدر ان انتي تنظفي بيها مختلف الاسطح بكل سهولة وهي بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انتي بتكوني محتاجاها بعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل او غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهل جدا زي ما انتي شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده معانا الماكينة دي لصنع الماكرونا وهي بيجي متوفر معايا كزا قطع من اشكال صنع الماكرونا وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الماكينة اللي بتشتغل عن طريق شحن اليوستي بي والماكينة دي بتساعدك على ازالة الوبر او الاتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الستاير او على الكنب وغير كده طريقة تنظيف الماكينة دي سهلة جدا تقدر ان انتي تنظفيها بكل سهولة بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انتي تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدر تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انتي عاوزة تمضى فيها وتقدر طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتوجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدر طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لي هكذا طريقة في الاستخدام هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تثبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا لاستفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاكي في الشنطة مش بتاخد معاكي مكان خالص جوا الشنطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكوى للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون فيه دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية الله